لكن من ضمن السواب برضو أو من ضمن الحاجات اللي تم التأكد منها هي إيه؟ هي إن عبدالله السعيد يا جماعي من فعلش يلعب من أول ممتش. عبدالله السعيد ده مش تقليل منه عبدالله السعيد نجم كبير ولعب كبير محدش يقدر يختلف على كده. واللي يقول إن عبدالله ما عندوش فكرة يبقى معلش يعني مش 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 فاهم في فنياته الكرة قوي قوي يعني. لكن عبدالله لعب كبير حلو لكن هو عنده كم سنة للوقتي 36 بطيء قوي بطيء قوي قوي يعني. تمام؟ معطر الريتم الهجمات بتاعت المنتخب وبرضو في جزئة ممكن نعذره فيها هم متعود يلعب رقم عشر هو بيلعب رقم تمانية في نص الملعب فليها واجبات واختصاصات معينة بيقوم بيها ممكن ما يكونش هم مستريح فيها قوي لكن في نفس الوقت تقدر تستفيد بعض الله إزاي هو ربع ساعة في المطش آخر ربع ساعة في المطش وده مستقليل من عض الله هو عمل السن كده هي دي سنة الحياة يعني آخر ربع ساعة في المطش ينزل يحرق لك القرى يعمل لك سروهات لما تكون مثلا كذبات وانت مضغوط يوصلك للجون أكتر من مرة بالمرتدات الكلام من ده بمهاراته يوفى على القرى يهدي الملعب ينقل هنا يماشي القرى هنا هو ده المطلوب من عبدالله السعيد لكن أرجوك يا مستر كيروش ما تبتديش بيه المباراة ما تبتديش بعبدالله السعيد المباراة ما ينفعش لو عايز حد مواصفات عبدالله كنت تاخد أفشل أفشل راجل لسه صغير يقدر يروح هنا ويجي هنا ويجري في الملعب وبيجي دمركز 8 بشكل مميز جد فدي جزئية من دبن الجزئيات لكن في المجمل انتصار مهم وان شاء الله بإذن الله القادم هو اللي حيكون أفضل بشوية الثقة اللي بنتسبها مع الوقت ودي جوانب غاية في الأهمية في الحقيقة لكن أنا عايز أقول لمستر كيروش حاجة بعد إذنك اتعلم من مسيماني مش عايب مش عايب أنا بعي جداً اللي أنا بقوله ممكن واحد يقول لك يا عم هو مسيماني وقيت نظرك انت شايفني مسيماني مدرب مش كويس مش عارف ليه بتختلف مع فنائهم مفيش مشكلة رأيك لكن الراجل أثبت السنادي ان هو مدرب عنده تنوع تيكتيكي ومرونة تيكتيكية ممتازة وانا والله والله بعد مباراة نيجيريا كتبت تويت عندي وطلعت هنا في برنامج السادسة وقلت قلت يا جماعة اتمنى ان بعد ما تصاب عندنا الظاهرين نلعب بتلاتة اربعة تلاتة وعندنا اللي بيجدوا في الخطة دي بشكل ممتاز جداً اولا محمدي فتح اللي يبقى جانب الوينش وحجازي الوينش تصاب تحط ايمن أشرف تمام اربعة في نص الملعب وتلعب بالسولية جانبه النيني بقى او جانبه اي حد في نص الملعب مفيش مشكلة تمام يبقى عندك عمر كمال بانطلاقاته المميزة ناحية المين او زيزو خيارات عديدة الناحية التانية مرموش او تريزي جي او فتح لما يرجع هتدي مرونة ممتازة وحتلاقي الناحية دي الظاهر الايمان بيساعد صلاح جداً جداً وبيخلي صلاح يضم في العمق شوية الشغل نشوفه لصلاح في ليفر بول يعني ليفر بول ما تلعبش اربعة تلاتة بس صلاح بيجيد اللعب في اي حتة ناحية الليمين وبيقدر يدخل في العمق لما يكون مركزه الاساسي ناحية الليمين فنفهاش مشكلة خالص ان كيروش يتعلم من موسماني انا بقول له بعد اذنك اتعلم من موسماني ما تكبرش ولعب بتاعة اربعة تلاتة اتمنى نوجد نظري ممكن اكون صح وممكن اكون غلط بس نفهاش مشكلة ما يكون عندك مرونة تكتيكية بشكل اكبر موسماني لما لقى ان احنا اربعة اتنين تلاتة واحد الناس فهمتها والدنيا قفلت معنا شوية في النادي الاهلي قال لك لعنا اغير الخطة وفاجئة الجميع وعمل سبع مطشاط ممتازين او ست مطشاط بالتحديد في بداية الدوري ومباراة فيوتشر بشكل ممتاز فدي جزئية عندي اكتر من جزئية اخرى عايز اتكلم فيها لسه بخصوص المنتخب هروح بس للفاصل الاول وبعدين نرجع نكمل استنون